كيف أحبطت محاولة الانقلاب والمؤامرة من قبل السكر والحلويات بالاشتراك مع الدهون على برنامجي وتجربتي لتخفيف الوزن وحرق الدهون في الأسبوع الثاني تعرف على هذا الفيديو وتابع للآخر مرحبا صديق العزيز معك الدكتور فراسل علي إذا كنت تعاني من زيادة الوزن والسمنة مثلي تابع هذه القناة وتعرف على هذه التجربة الواقعية لتخفيف الوزن وحرق الدهون طبعا الآن أنا بدأت في الأسبوع الثاني من برنامجي وتجربتي لتخفيف الوزن كما تعرفون وصارت الأمور بشكل جيد ولم تكن هناك إشارات سلبية أو عكسية أو ردة فعل بالنسبة للجسم الأمور كلها طيبة والحمد لله تعالى ولكن في اليوم الثالث من الأسبوع الثاني لهذه التجربة وصلتني معلومات مهمة من داخل الجسم عن موجود محاولة انقلاب ومؤامرة على هذا البرنامج وعلى هذه التجربة من من؟ خلنا نتعرف أصدقائي العزيز لكي نفهم الجسم بشكل مبسط ونختصر أشياء كثيرة يجب أن تتعامل مع الجسم وتفهمه وتتصور ما يجري بداخله كمجتمع أو كيان أو كإنسان وهذا يبسط علينا أمور كثيرة للتحاور والتفاهم وليإيجاد نقاط تواصل بيننا وبين أجسامنا فلنتخيل هذه الصورة مع بعض في الأسبوع الثاني من برنامج تخفيف الوزن بدأت الدهون تحس الدهون بالجسمي تحس بتغيير وتشعر بتغيير في السياسة للجسم وأنه أصبحت عندهم حجرة عكسية يعني صار الدهون تهاجر من الجسم قبل كانت أيام الخير والاستقرار بالنسبة للدهون وليس بالنسبة له كانت هذه الدهون تهاجر إلى الجسم والدهون الجديدة تستقبلها الدهون القديمة وتساعدها على إيجاد أماكن جديدة في جسمي لتستقر بها وتتأقلم ولكن فجأة الدكتور فراس العلي قرر أن يتخلص من هذه الدهون وبشكل سليم وصحي وهذا أضاف مشكلة جديدة لهذه الدهون جميع هذه العوامل وبالإضافة إلى تقليل كمية السكر والحلويات التي أتناولها في الأسبوع الثاني أدت إلى شكوى للقائد العام للجسم وهو العقل من طرف السكر والحلويات والدهون وقرروا أن يقوموا بحالة أو بمؤامرة وإنقلاب على مخططي وتجربتي معقول يا دكتور شلون خلنا نتعرف كيف طبعا كما تعرفون إخواني كرام بعد ما تخيلنا هذا الأشياء التي تصير داخل الجسم طبعا هذا كان سببه أنه أنا اختصرت وقللت من كمية السكر والحلويات التي أتناولها في الأسبوع الثاني إلى 75% يعني كان الإختصار أو تقليل الكمية ل75% فأصبح أنا أتناول ثلاث معالق السكر في اليوم فقط خلال طول اليوم يعني كنت في الأسبوع الأول اللي متابعين هذا البرنامج وهذه التجربة في الأسبوع السابق كنت أتناول ست معالق الآن أتناول ثلاث معالق والمام تابعين خليهم يشاهدوا هذا الفيديو المهم أعتبره فيديو مهم بالنسبة لتناول السكر والحلويات سوف أضعه هنا في الرابط هنا وفي أسوأ الفيديو وهذا يثبت ملاحظاتي ونظرياتي اللي أضعها بالنسبة لعدم قطع تناول السكر والحلويات في بداية برنامجك لتخفيف الوزن وحرق الدهون لا تقطع الحلويات ولا تقطع السكر في بداية هذه البرامج لأنه سوف يسبب لك للأسف الفشل في هذا البرنامج طبعا في ليلة التاسع على العاشر من يناير السنة الجديدة 2024 بدت تبدأ ظهور خيوط هذه المؤامرة وإشارات الإنقلاب وما هي خلينا تعرف عليها أولا أصابني شيء من التعب الجسدي أو الضعف الجسدي تحس كأنه شالوا منك البطارية أو صار عندك مثل فقدان للطاقة بشكل يعني عجيب أول نقطة ثاني نقطة كان هو أنه أصبح عندك الحالة النفسية السيئة يعني شعرت بشيء من الاكتئاب اكتئاب على حزن على إزعاج يعني عندك النفسية نفسيتي كانت متعبة بدون سبب ثالث شيء أنه كانت النسبة العصبية زادت عندي يعني صرت ألاحظ أشياء وردت فعلي على أشياء تكون مع احترامي تافهة ورابع شيء والشيء المهم جدا هو عدم تمكني من النوم بسرعة يعني ما عندي رغبة بالنوم مع أني أنا مرهق جدا لكن ما عندي رغبة بالنوم فجميع هذه العوامل وجميع هذه الإشارات تدل على أنه يوجد مؤامرة مرة أخرى أحب أصور هذه الأمور وتخيلها كمؤامرة من قبل السكر والحلويات والدهون لإفشال تجربتي فكيف أحبطت هذه المؤامرة خلينا نكمل هذا الفيديو للآخر وتشاهدون فيديو قصير جدا من خلال هذا الفيديو يوضح هذه الشغلة طبعا جميع هذه الأعراض اللي ذكرت لكم إياها هي بسبب ردة الفعل للجسم على تقليل السكر والحلويات ردة الفعل هذه أول ردة فعل كانت في الأسبوع الأول ولكن يعني مرت بسلام ولكن في الأسبوع الثاني فجأة بدت هذه الإشارات والأعراض وهذه الأمور كلها فهذه ردة فعل كانت أقوى من الأسبوع الأول ومرة أخرى وذكر أن هذا يشير إلى صح نظريتي وملاحظاتي بعدم التوقف عن تناول السكر والحلويات في بداية التجربة أول أسبوع أو أول أسبوعين من برنامج تخفي في الوزن كيف أحبطت هذه المحاولة ونجحت بالاحتفاظ ببرنامجي وتجربتي لتخفيف الوزن طبعا إخواني الكرام أول شيء الثلاث معالق السكر التي تبقت لي في اليوم الواحد كنت أوزعها على مدار اليوم فأنا نقلت هذه الثلاث معالق من الصباح وبداية الظهر إلى فترة العصر والمساء حولتها فصباحا ما أتناول سكر الثلاث معالق المخصصة لي في اليوم نقلتها إلى فترة آخر الظهر أو العصر والمساء هذه أول نقطة ثاني نقطة فجأت الجسم وتقربت للعقل بهدية جميلة ولذيذة شوف حنطة أنا العقل وكيف اتفقت مع العقل وتقربت له وأحبطت محاولتهم لإحباط برنامجي بهذه الطريقة أحبطت مؤامرة الإنقلاب التي خططت لها السكر والحلويات بالاشتراك مع الدهون على تجربتي الواقعية وبرنامجي لتخفيف الوزن وحرق الدهون قائل أعزاء ومتابعين الكرام إذا كنت ترغب بتخفيف الوزن وخسارة الوزن والتخلص من الدهون تابع هذه التجربة الواقعية اشترك بالقناة وفعل الجرس لتصلك جميع هذه الفيديوهات الجديدة هدفنا كما أنا أقول دائما خسارة الوزن والدهون بشكل خاص وليس خسارة الصحة تابعوا هذه القناة إلى الحلقة القادمة والسلام عليكم